نبدأ حضرة اليوم نبدأ هذا اصري بشكل عام معادلة بكون فيها مشتقة ثانية ومشتقة اولى واي بدنقسم الى قسمين ونننليل احنا ما راح ندرس راح ندرس منهم اه فلنقسمه الى جزئين with constant coefficients with variable coefficients أو with non-constant coefficients الآن with constant coefficients تقسم إلى homogenous و non-homogenous لحظوا أنه مفهوم الhomogenous second order والthird order والfourth order إلى آخره والهير order أن الطرف الأيمن من المعادل يكون صفر و non-homogenous أنه يكون الطرف الأيمن function يعني بيختلف عن الhomogenous بالfirst order أنه أكتب المعادلة على الصورة بتساوي على اكس أو اكس على وي أو أنه أكتبها وي برايم ويكون كل التيرمز اللي هم نفس الدقري أو أني أعوض مكان ومكان وي ويطلع بساوي هاكلها مش هلتكون بس أنه الطرف الأيمن صفر والnon-homogenous أنه أكون بالطرف الأيمن فيه function لأن أي second order linear differential equation نريد أن نكتبه على هاي الصورة طبعا إذا P of T و Q of T و R of T functions هاي معادلة with variable coefficients إذا المعادلة with constant coefficients second order بقدر أكتبها على هاي الصورة دائما بقدر يعني بكون معامل YW prime Y prime Y constants طرف الأيمن سفر هاي homogenous second order linear equation فدائما نقسم على معامل YW prime فبسر عندك توكن ستنسلمه معامل Y prime ومعامل Y فإذا فرضنا أنه الحل Y هو E قوة R T بنوجد R بنعوضها بالمعادلة هاي عوضناها بالمعادلة صارت E قوة R T YW prime زائد A E قوة R T prime زائد V في E قوة R T هاي مشتقتها الثانية R تربيع E قوة R T وهاي مشتقة المشتقة الأولى هي A R E قوة R T وهاي زي ما هي طلع E قوة R T عامل مشترك بذول من هون R تربيع من هون A R ومن هون B تساوي صفر ال E قوة R T بايد فإن شاء الله تساوي صفر لكل قيمتي لأنه تي دائما موجوب فهاي دائما أكبر من صفر إذن معناته R تربيع زائد A R زائد بي اللي بصاوي صفر هاي من سميه هاي معادلة تربيعية في قانون عام لحلها وهناك ثلاث احتمالات للجذور The roots of the characteristic question determines the solution لهاي المعادلة طبعا جذور جذور هاي المعادلة هم اللي بعطوني الحل للمعادلة التفاضلية فعندي احتمال يطلع عن جذرين حقيقيين مختلفين وجذرين حقيقيين متساويين وجذرين تخيليين او شو بيسموهن مركبين مركبين complex roots الان الاحتمال الاول اذا كان A تربيع ناقص 4B موجب فبكون الجذرين بيساوي minus A plus minus جذر A تربيع minus 4B على اثنين فهذا الجذر الاول وهذا الجذر الثاني اذا الحل الاول اللي هو بساوي E قوة R1T بساوي E قوة الجذر الاول ها T و E قوة ها الحل الثاني جذر الثاني T فالحل العام لهاي المعادلة اللي بيكون فيه لها جذرين حقيقيين مختلفين هو C1 C1Y1 زائد C2Y2 الحال الثاني انه كل الجذرين متساويين يعني لما A تربيع minus 4B بتساوي صفر يعني اللي جوه الجذر صفر اذا الجذريين الجذرين متساويين بيكون بيساوي minus A على اثنين ما فيش هاي بتكون صفر راس minus صفر هاي بتكون الدلتاء اذا minus A على اثنين اذا الحل الاول بيكون E قوة minus A على اثنين T والحل الثاني بضربه في T E قوة minus A على اثنين T بضربه في T مش هينيختلف عن الحل الاول فهاي الحل العام بيكون C1Y1 زائد C2Y2 Y1 اللي هي E قوة مينس A على اثنين T والحل الثاني في T في E قوة مينس A على اثنين T طلعنا E قوة مينس A على اثنين T عام المشترك بظل هون C1 زائد C2 T هو بقدر اكتوب هاي الصورة هو المكتوب انه صفر اذا موجبة هاي 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 انسوها بعدين بنعملها باللي بالإكزاملز بنعملها الان اذا كان اللي جوه الجذر A تربيع مينس اربع نيجاتيب فبطلع عندي بيكونن على الصورة هاي مينس A على اثنين زائد ناقص جذر الاربع بي مينس A تربيع على اثنين I اللي هي جذر السالب واحد جذر السالب واحد بساوي I اذا ممكن نكتب يعني العدد المركب على الصورة الفة زائد ناقص اوميجا او W small I اللي هو جذر السالب واحد هذا الجزء اللي ما فيهوش I بنسميه والجزء اللي فيه I بنسميه طبعا هو الحرف الحرف الاول من كلمة مشان يرمز الى الجزء التخيلي من العدد المركب فبيكون الحل الاول I قوى الفة T اللي هو العدد الحقيقي الجزء الحقيقي من نمبر في كوساين اوميجا T واي قوى الفة T ساين اوميجا T هاي اجزامبرز يعني solve solve Y prime minus Y prime minus Y بسا وزير اذا نيجي بنحط محل Y R تربيع ومحل Y R واللي مضروف في Y هاي دائما ثابت هيا صارت R تربيع minus R minus ثمانية هاي يعني محللها R ناقص اربعة في R زائد اثنين R تساوي اربعة وR تساوي ساوي اثنين جذرين حقيقيين مختلفين اذن الحل بيكون C1 E قوة 4 T زائد C2 E قوة minus 90 على طول طلعني الجذور على طول بكتب الحل يعني الحل جاهز معي اذا جذرين حقيقيين مختلفين بهاي الصورة لو انهم متساويين بضرب الحل الثاني في T واذا كومبلكس بيكون زي هيك زي ما هو موجود هنا قدامي الاكس بيكون مرفوع للعدد الحقيقي بالكومبلكس لنبر والزاوية بالسين والكوسين هو العدد الحقيقي بالجزء اللي فيه I Y دابل برايم ماينس اربعة Y بصير وصفر لحظة هون رح احتاج ل لأنواع الحل لل في و ف رح احتاج و شو بتساوي Y برايم وف زيرو شو بتساوي فهاي تربيع آآ ناقص اربعة بصير وصفر إذن الجدرين هموا بلوس ماينس اتنين إذن زائد الآن نطبق الماوند الكونيشن الاولى بتساوي اثنين يعني يعوض مكان الواي اثنين ومكان الت صفر فلما عوض هاي اثنين تساوي C1 E قوة صفر اللي هي واحد زائد C2 E قوة صفر اللي هي واحد إذن المعادلة الاولى C1 زائد C2 بتساوي اثنين الآن باشتق باشتق هذا الحل واي اللي ماينس 2 C2 عندي معادلتين مجهولين بحلهم اضرب الاولى باثنين واجمع على الثانية بتروح C2 بصير اربعة C1 بساوي سبعة اذا C1 بساوي سبعة على اربعة بنعوضها بالمعادلة الاولى بصير اثنين ناقص سبعة على اربعة واحد على اربعة اللي هي قيمة C2 بعوضها بالجنرال اللي اللي وجدته منكون اوجدنا الحل الوحيد للمعادلة واجمع برايم ماينس اثنين وهي برايم زائل ثمانية واجم بساوي سفر هاي الجذرين همه واحد زائد ناقص جذر السبعة اي اذا الحل اي قوة او واحد في تي اللي هالله هو بالريال بارت مضروبه في سي وان كو ساين جذر السبعة تي جذرين كومبليكس زائد تسعة وي بساوي سفر الاولى بساوي زيرو بساوي وان تربيع زائد تسعة بساوي سفر اذا ار بساوي جذر السالب تسعة اذا ثلاثة او لان هاي السالب تسعة هي عبارة عن جذر التسعة في جذر السالب واحد جذر السالب واحد اوي جذر التسعة ثلاث اذا الحل ما فيش في ريال بارت اذا بيكون اي قو صفر له واحد اذا بيكون سي وان كو ساين ثلاثة زائد سي تو ساين ثلاثة الآن منشتقها مشان نعوض بالانيش الكنديش او اشتقتها اشتقت الكو ساين ماين ساين اذا ماين ساين ساين ثلاثة زائد ثلاثة سي تو كو ساين ثلاثة الكنديش الاولى y بتساوي زيرو اذا زيرو تساوي منعوض مكان كو ساين الزيرو واحد اذا مضل سي وان ساين زير زير اذا سي وان بيساوي زيرو لأن نجح الواي برايم منعوض فيها مكان الواي واحد ومكان التي زيرو اذا بصير واحد يساوي واحد يساوي ناقص ثلاثة من هون ساين زيرو زيرو اذا ها كلها صار الصفر ثلاثة سي تو كو ساين زيرو واحد اذا ثلاثة سي تو بتساوي واحد اذا سي تو بتساوي واحد على ثلاثة منعوض بالمعادلة بصير ثلث ساين ثلاثة تي الحل هون. the initial value problem. y double prime minus y prime minus two y تساوي zero. الانيشال كنت نقولة y of zero بتساوي الفة. y prime of zero بتساوي اثنين. بننحلها. انتبهوا بالله على هذي المثال كويس. and also find الفة. بننا قيمة الفة. such that the solution approach to zero as t goes to infinity. بننا قيمة الفة اللي بتخلي الحل يروح للصفر عندما تي تقول الى المالة نهاية. نكتب R تربيع minus R minus two. اذا جذر الاول سالب واحد وجذر الثاني اثنين. اذا الحل. y of t يساوي c1 e قوة مينس تي زائد c2 e قوة اثنين تي. هاذا اللي بتخلي. الحل يروح للصفر لما تي بتروح الانفينيتي. لا حل. اي قوة مينس تي. اس تي قوة للانفينيتي بتروح للانفينيتي. اما اي قوة ثلين تي اس تي قوة للانفينيتي بتروح للانفينيتي. اذا الاولى بتروح للصفر. وهي بتروح للانفينيتي. اذا مشان الحل كله يروح للصفر. هذا رايح للصفر. بغض النظر عن ايش هي اذا لازم تكون صفر. لازم تكون صفر مشان الحل كله يروح للصفر. اذا وين تساوي صفر. طيب الان الانيشال الاولى بتقول لي بساوي الفة. اذا باجي بعوض هنا بساوي الفة. بيعوض مكان تي زيرو بيظل عندي سي ون. وقلنا سي تور إذن سي ون. اذا الفة بتساوي سي ون. بنشتق هاي بتصير ماينس سي ون. بس اشتق. اي قوة ماينس تين. زاد اثنين سي تو. اي قوة اثنين تي? فرائم اف زيرو بتساوي ثنين. اذن ثنين بتساوي ماينس سي ون. طالما انه سي بسوي الفة. اذا من هنا سي ون بسوي ماينس تو. اذا الفة بسوي ماينس تو. اذا قيمة الفة اللي بتخلي هذا الحل يروح للصفرة هي ماينس تو. هذا انسو المثال مش صحيح. هذا المثال انتبهوا عليك ويس. سولف واي دابل برايم زائد تو اي برايم زائد اي تربيع زائد واحد واي بساوى صفر. with two initial conditions. واي اف زيرو بساوى واحد. واي برايم اف زيرو بساوى زيرو. find the values of a such that the solution. واي goes to zero as c goes to infinity. اوكي بنوجد الكاركتيري السيكواجن لهاي المعادلة. ار تربيع زائد تو اي ار زائد اي تربيع زائد واحد بساوى صفر هيها. اذا بنوجد دلتها. اربعة اي تربيع. ناقص اربعة في اي تربيع ماينس ون. اذا هاي بساوي ماينس اربعة. سالب سالب اذا راح يطلع عندي two complex roots اللي هم وماينس اي بلس ماينس اي. اذا الحل اي قوة ماينس اي تي في سي وان كوساين تي زائد سي تو ساين تي. لاحظ المضروب باي هون واحد. اذا الزاوية هون واحد. لاحظوا انه الساين والكوساين محدودات بين السالب واحد وواحد. اذا. اذا مشان هاي تروح للصفر. لازم الاي تكون موجبة فقط. اذا الاي موجبة. فهاي بتروح اس تي قوة انفنتي بتروح للصفر. اذا الجواب انه اي اي. انا في عندي two initial conditions. واي اف زيرو بساوي واحد واي برايم مشان نوجد سي وان و سي تو. هاي واي اف زيرو بساوي واحد عوضناها بالمعادلة اللي بطلع سي وان بساوي واحد. هاي هي الواي اف تي. اشتقيناها. هون بدك تشتق بالي واشتقت الاول ماينس اي في اي قوة ماينس اي تي في الثاني اللي هو كوساين تي. وهكذا ده وليك. فمنعوض مكان الاكس زيرو ومكان الواي زيرو. فبتطلع سي تو بتساوي ايه. فمن يجي نعوضها بالجنرال اللي هو هون. اي قوة مانس اي تي كوساين تي زائد اي صاين تي هاي هاي الحل هون. وايه موجبة? اف زيروت. بايداوي هذول النوس عملناهم احنا مجموعة دكاترة. انا مشاركت اشمحهم. لما كان كورونا. يعني الروس مش انا اللي كاتبها الكو. بس استخدمناهم بكورونا. وما زلنا نستخدمهم لغاية الان. لانه الطلاب كثير بيستسعبوا من انه اه يتكون المحاضرة من التكست بوك. الان. اذا كانت جذور الكاركتيريس اكواجين ار وان بساوي اثنين وار تو بساوي اي. انا بيعطيك الجذور انت اعطيني المعادلة التفاضلية. الان طالما انو ار وان بساوي اثنين. اجي من انو ار ماينيس او بتساوي سفر بالكاركتيريس اكواجين. ار تو بتساوي اي من اوين اجت؟ اجت من ار تربيع زائد واحد بتساوي سفر. بنصير ار تربيع بتساوي ناقص واحد ار بالساوي زائد ناقص جذر السالب واحد اللي هي زائد ناقص اي. اذن ال اي اجت من R تربيع زائد واحد معناته كانت الكاركتيري السيكويجن عبارة عن حصل الضرب R-2 في R تربيع زائد واحد هيها نجد عملية الضرب نحصل على R تكعيم R-2 R تربيع زائد R زائد نقص 2 تساوي صفر إذن المعادلة التفاضلية Y-2Y' زائد Y' منص 2Y تساوي صفر هيها دكتور فضلي R-2 تساوي كفر فنانها R تربيع زائد واحد يساوي صفر ما تيجي مستحيل تيجي إلا غير من R تربيع زائد واحد وصفر مستحيل تيجي يعني مستحيل تيجي من أي معادلة من أي اخرى تقدري تعطيني معادلة غير R تربيع زائد واحد وتعطيني ما بتقدري آه اوكي اوكي الآن هاي مثال زيه بالضبط R-1 بساوي أربعة R-2 بساوي ناقص خمسة إذن هذو الأجو من وين أجو من R ناقص أربعة ومن ناقص من R زائد خمسة هيهم تساوي صفر نضربهم في بعض بصير R تربيع زائد R ناقص عشرين إذن المعادلة Y ذا بالي برايم زائد Y برايم ناقص عشرين Y بساوي صفر وهذا برضو بنفس الشيء المثال شوفوه وهي لهم مرك مفاضلة اليوم مهمة جدا لا لكل الكورس لباقي كل الكورس يعني كل الكورس رح بناء على جذور المعادلة نكتب الحل هاي رح نستخدمها دائما يعني راجعوها كويس لمفاضلة اليوم مفاضلة rats